بداية تبنى مجلس الأمن الدولي قبل قليل قرارا بوقف لإطلاق النار في قطاع غزة في جلسة مخصصة للتصويت على مشروع قرار إطلاق نار مستدام وهو المشروع الذي تقدمت به الجزائر الشهر الماضي في ظل توجيهات رئيس الجمهورية حتى تكون دولة فلسطين في مكانها الطبيعي عضوا كاملا سيدا بالأمم المتحدة اشتركوا في القناة